صبع الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نقاشنا مع الضيف اليوم سنستضيف السيدة عبد الفتح جبنون المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو المعروفة بأنجام أهلا بك سيدي صبع الخير مرحبا سيدي صبع الخير أهلا بك مرة أخرى سبق وأن استضفناك وكان النقاش رائعا إذن اليوم سيكون النقاش حول المرأة الريفية ما هي حضوظ المرأة الريفية من الاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بداية ما يمكن أن نقوله على المرأة الريفية إذا أردنا أن نتكلم عن حماية المرأة الريفية إذا أردنا أن نتكلم عن استقلاليتها لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال مدها بوسائل الإنتاج والاستقلالية المالية وأيضا تمكينها من تطوير نشاطاتها المنزلية والمحلية من خلال هذا يمكننا أن نقول أن الوكالة الوطنية لتسيير القرد المصغر تعمل جاهدة من أجل ترقية المرأة الريفية وليس هناك أدل من نسبة التمويلات التي خصصتها الوكالة الوطنية لتسيير القرد المصغر بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الريفية خاصة إذا أردنا أن نتكلم بلغة الأرقام مثلا أنه منذ إنشاء الوكالة إلى حد الساعة حوالي 586 ألف تمويل هذا بالنسبة للمرأة بصفة عموما يعني تقريبا حوالي 64% من مجموع التمويلات التي قدمتها الوكالة الوطنية لتسيير القرد المصغر 64% هي مخصصة للمرأة يعني إذا أردنا أن نتكلم عن المرأة الريفية أيضا 187 ألف استفادة للمرأة الريفية يعني بما يعادل نسبته 32% من مجموع الاستفادات التي تحصلت عليها المرأة وهذا يعني لم يتأتى هكذا فقط ولكن من خلال يعني العمليات التحسيس والإعلام والتوجيه والتوعية التي تقوم بها يعني الوكالة الوطنية لتسيير القرد المصغر عن طريق المرافقين المنتشرين عبر كل يعني دوائر الوطن وأيضا نعملو على تعزيز قدرات المرأة وهذا عن طريق يعني عن طريق التكوين وأيضا المرافقة لأنه كما هو معلوم الوكالة الوطنية لتسيير القرد المصغر يعني تحوز على حوالي 1200 مرافق منتشرين عبر كل دوائر الوطن المهمة أن تحم هي مرافقة يعني المستفيدين من برنامج الوكالة وهذا لأجل إنجاح يعني المشاريع أن تحم نعم ربما أستاذ هذا يقودنا للحديث عن نوع المشاريع الناجحة ما هي المشاريع التي لقيتم فيها يعني نجاح كبير طبعا بالنسبة للمرأة الريفية نعم يعني بالنسبة للمرأة الريفية يعني النشاطات أولا النشاطات التقليدية المعروفة التي تتعلق يعني بالمجال يعني الرعوي الفلاحي وهناك يعني مجموعة من النشاطات التي تقوم بها المرأة الريفية كإنتاج مثلا العسل استخراج يعني الزيوت الخضر والحواكه البستنة يعني صناعة الأجبان طربية يعني الأغنام وغيرها ولكن هذا لا يقتصر على المرأة الريفية لأنه رح نظلم المرأة الريفية إذا تكلمنا ونقولوا بالمرأة الريفية نشاطاتها لا تتمحمر إلا في المجال الريفي لأنه حتى في الريف هناك يعني مستفيدات جمعيات هناك مستفيدات خريجات تكوين مهني ونشاطات يعني اللي رح تقدم إضافة للمنطقة اللي عايشين فيها اللي هي ريف مثل الخياطة نعم في الخياطة كين في كل المجالات حتى قتلك حتى هناك جميعيات يعني عندها شهادة جميعية مرأة الريفية صحيح ولكنها جميعية وقرات في الجميعات الجزائرية وأنشؤوا نشاطات وهذه أيضا تدخل في إطار يعني برنامج المرأة الريفية باش ما نحصروش المرأة الريفية إلا في الفلاحة ولا نعم لكن ما هي يعني المشاريع الأكثر التي تتجه إليها المرأة الريفية بصفة أكثر يعني أكثر المشاريع يعني لتتمثل في خصوصية المرأة الريفية في حد ذاتها كما قلت في إنتاج العسل وهو مربح ومربح يعني جدا يعني هذا وسهل التكاليف أيضا يعني الصناعات الحرفية المتعلقة بالطين يعني لابوتري أيضا سيراميك كاين يعني نساء مثلا رفيات كانت عندنا نماذج ناجحة من نساء رفيات سواء كانت في بومرداس ولا في تيزيوزو ولا كاين حتى على مستوى يعني الغرب الجزائري في الجنوب يعني هم نساء رفيات وقدروا في إنتاج مثلا للصناعات الطينية هذه الحرفية الطينية ولا سيراميك قدروا يعني ينجحوا ويبينوا يعني المنتوج انتحم في المعارض يعني سواء كانت محلية أو وطنية نعم استاذ ربما ما هي يعني النوع المشاريع التي استفتت منها المرأة الريفية وأثبتت نجاحها وتريدون أنتم في الوكالة أو في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة دعمها أكثر مستقبلا توجه يعني الاستثمار أكثر في هذا هي صراحة المجالات التي تتعلق يعني أولا لتتعلق بالأمن الغذائي يعني عموما يعني لأنها المرأة الريفية كما قلت هي مرأة منتجة سواء في كل المجالات سواء كما قلت سواء كانت بس دنا سواء كان مثلا حتى تربية يعني تربية دواجن كل هذا يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أننا كما نقوله النشاطات هذه لازمنا نأخذها بعي الاعتبار يعني لازم نعطيها قيمة لأنها هي التي تساعد على الأمن الغذائي الوطني يعني التصور معي يعني يعني يعود يعني الإنتاج تعال عسل يعني مصدر ومنتوج كبير يعني حتى من حيث الثمنتاع ورح ينقص لأنه كما هو معروف مادة العسل أصبحت يعني ما مبقاتش يعني مادة للناس كل مادة نادرة يعني غالية الثمن نعم مش أي إن كان أيضا مثلا زيت الزيتون يعني زيت الزيتون أيضا يعني أصبحت يعني هذه المواد أصبحت ممكن نقدر نقوله باللي مش باستطاعة أي يعني مواطن جزائري أن يقتنع لأنه نظرا أولا لندرة انتاحة ونظرا للقيمة انتاحة يعني الثمنتاحة بعض إذن إحنا نعمل على تشجيع مثل هذه النشاطات باش يكون يعني هناك وفرة في المنتوج ويقل ثمن انتاحة ولما لا يعني في المستقبل رحول حتى للتصدير لأنه كأن دول يعني جيران يصدروا مثلا في مادة زيت الزيتون وفي أمور أخرى وتجلب يعني العملة الصعبة نعم ربما القطاع الفلاحي هو من أكثر القطاعات التي تستثمر فيها المرأة يعني أمور ربما تفتح أفق جديدة للمرأة الريفية صحيح وفقط برك حبيث نقولك بلي حتى هذه النشاطات تمولها وعندنا مستفيدين من برنامج المكالة في الجبن هذا تابوها الزاو وقدروا حضروا مام حتى المعارض هنا على مستوى الجزائر العاصمة نعم سبقوا أني التقيد يعني المواطنين الزائرين ما عرفوهش ومبعد يعرفوا المنتوج هذا وذاقون يعني يقتنوا منه بكثرة لأنه المنتوج هذا ما يعرفوهش النسكول نعم وأيضا الوكالة الوطنية نعملوا على ترقية هذا النشاط باش نعطيها يعني توسمة يعني باش تكون عندها لابليزازيون حتى يمكن تصديرون الخارج نعم نفتح قوس فقط المرأة الريفية ماذا عن الرجل الريفي؟ هل يستفيد هو الآخر من مشاريع دعم أو الجام؟ وما هي نوع النشاطات التي يتجه إليها؟ بالطبع حتى الرجل الريفي يعني عنده نصيب كما للمرأة الريفية يعني العدد كبير يعني من الشباب والمستفيدين من برنامج الوكالة في مختلف النشاطات خاصة النشاطات اللي يعني عموما الرجال يلتجئون يعني للنشاطات ذات الطابع الرعوي الفلاحي وعندنا مستفيدين يعني كثر يعني في هذا المجال ونعملوا على دعمهم خاصة يعني في مناطق الظل لأنه الهدف انتعنا أنه ننشأ نشاطات مذرة للربح والفائدة وكذلك ننشأ منصب عمل لأنه كنا نعطي قرض ما نعطيش قرض هكذا من أجل القرض هو من أجل خلق نشاط هذا النشاط يكون ذو فائدة يكون ذو مرضودية وفي الإطار نفسه ننشأ منصب عمل ولما لا أكثر من منصب عمل لأنه احنا عنا بعض الاستفادات خاصة في المناطق الريفية للناس قدروا ينشأوا ستة وعشرة وعشرين منصب شهر جميل أستاذ يعني تحدثت سابقا قبل قليل يعني عن 1200 مرافق ما دور هؤلاء المرافقون هل يرافقون المشاريع بعد نجاحها أما حتى يعني توجيه الوافدين الجدد على الوكالة مثلا إنسان يحب يدير مشروع يجي يسقسف الوكالة المحلية هل هؤلاء المرافقون يعني عندهم دور في توجيههم نحو نشاطات معينة أولا ما يمكن قوله أن المرافق الدوائر يعني المنتشرين عبر كل دوائر الوطن هم إطارات جميعية يعني أول شيء اللي لازم نعرفه ومتكونين في مجال المرافقة لأنه قمنا بتكوينهم في كيفية المرافقة والمرافقة هناك مرافقة قبلية وهناك مرافقة بعدية يعني المرافقة القبلية من بداية يعني اللقاء الأول يعني الانترتيان الأول مع المترشح للإستفادة أو الوافد نوجهوه يعني النشاط أسهل هذا النشاط مربح النشاط هذا غير مربح نكونوه أيضا نديرولو تكوين في عمليات التسير والمحاسبة يعني كيفاش راح يسير المؤسس أنتعوه لأنه يقدر يجيك شاب بطال عمره مخدم عمره معرف عمره ممارس التجارة لازم نديرولو تكوين خاص من بعد يتأهل الملف أنتعوه على مستوى لجنة التأهيل من بعد كي يأخذ التمويل أنتعوه راح تكون هناك مرافقة المرافقة أنه مثلا نعلموه مثلا كيفية التعليب المنتوجة تنتحم يعني الأمبلاج لأنه مثلا في العسل في مرحلة ما كنا نروحوا إحنا للناس لينجوا يعني الريف في الريف يحط العسل في القرعة الماء هذه كتبلاستيك كنا لهم هذا يعني كيفاش العسل هو يعني دواء ونحطوه في البلاستيك لا يمكن بأي عالم الأحوال أعلمناهم أعطيناهم التقنية كيفاش يحطوه في الزوجات كيفاش يديرو لتيكتاج يعني لتيكتاج يعطيه التسمية تعالى منتوجة تأعو كي يسميه عسل الزهرة كي يسميه عسل الجبل يعني كل هذا يقوم به المرافقة الدائرة ومن بعد يعني هذا في المرافقة البعدية أيضا نقوم بتحسيسه أنه كيفية تسويق المنتوجة تأعو وكي يبدأ يسوق المنتوج انتعاه ونبدأ ونحسوه كيفية تسديد القرض انتعاه لأن القرض يعني ليس هبة يعني هو قرض واجب السداد صحيح هو قرض بدون فائدة ولكن واجب السداد نعم جميل ربما أهم نقطة يمكن حديث عنها بعد يعني هذا اللقاط هي التسويق هل من برامج هل قمت بأشياء يعني تساعد المرأة الريفية في تسويق منتجتها بالطبع يعني احنا أولا كما قلت المرافق الدوائر يعني درنا تكوينات والتكوينات هذه بمساعدة يعني المكتب الدولي للعمل درنا تكوينات فيما يخص تكوين اسمه إياس يعني كيفية تسويق المنتجات خاصة بالنسبة للمرأة كيفاش تتعلم تسوق المنتجات انتعاه احنا ننظم صالونات محلية جهوية وطنية أيضا الهدف من هذه يعني الصالونات هو يعني تسويق الوحيد وأيضا عنا بوابة إلكترونية اللي يحطوا فيها يعني البوابة الإلكترونية بالمجال أنهم المستفيدين انتعنا من برنامج الوكلة الوطنية لتسير القرن المصغر يقوموا بوضع يعني المنتجات التحمل على مستوى البوابة وهذا لبيع يعني للمنتجات التحمل جميل جدا ننتقل للمحور الثاني وهو المرأة ومناطق الظل قبل أيام فقط قامت سيدة وزير التضامن الوطني والمرأة وقضاء الأسرة بزيارة إلى وليات تيبازا وكانت مرفوقة يعني به شخصية مهمة جدا وهي المقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة في الجزائر ما هي باختصار فحوى هذه الزيارة وما أهمية حضور هذه الشخصية فحوى يعني زيارة العمل والتفقد يعني لمعالي وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة يعني العمل والتشغيل والتضامن بالنيابة يعني برفقة يعني المقيمة الدائمة للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعني أين تفقدت عدد من النماذج الناجحة لنساء مقاولات استفدنا من قروض يعني لونجام وكذلك أيضا لكنك وفي هذا المجال يعني في هذه الزيارة يعني سيدة الوزيرة أعطتنا التوجهات أنه بضرورة التعاون والتنصيق مع الهيئات الأممية في مجال يعني التنمية المستدامة سيما يعني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والفحوان تعوه هو أنه رح يكون هناك تعاون مع برنامج الأمم المتحدة أيضا في مجال التكوين وفي مجال أيضا التحويل الصناعات التحويلية نعم بالنسبة للمرأة وهذا شيء جميل أيضا وأيضا كما قلت في مجال يعني التسويق فيه التسويق المنتجات وأيضا توسعة النشاطات لأنه إحنا الهدف الثاني ما نبقاوش يعني المرأة والمرأة تنشط وحدها في المرأة وخلاص نعم ولا كي تنشط نشاط يعني تبقى في النشاط هذاك ما تزيدش توسعه نحن أدرك يعني بالتنصيق مع برنامج الأمم المتحدة هذا الإنمائي هو كيفية توسعة النشاط يعني النشاط لازم يكبر وهذا يعني دور كبير باش نرقيه المرأة وريفية نعم في إطار توسعة النشاط ربما نقطة يعني ركز طرحها كثيرا المشاهدون وهي في إطار قروض رجان هل يشترط المحل على المستفيد من القرف شرط وجود محل أم أن الإنسان يستطيع الاشتغال في بيته هو نحن بالنسبة لنا ممكن الإنسان يعني إذا كان النشاط يمكن أن يمارس في البيت نعم ليس هناك أي إشكال يعني الوكال الوطنيات تمنحوا القرد باش يمارس النشاط انتعوا في البيت ولكن إذا كان هناك النشاط للازم المحل طبعا نوجب عليها أنه إنتاج المحل مثلا الواحد يدير مقهى ولا يدير مثلا يدير مطعم ما نجمش يديره في الدار يعني لازموا تأجير محل هنا نفرض عليه ولكن هناك مجموعة كبيرة من النشاطات اللي يمكن أن تمارس يعني في البيت مثلا صناعة العجائن بالنسبة مثلا للمرأة مثلا الخياطة الموربة كين أمور يعني نشاطات اللي يمكن للإنسان أن يمارسها يعني في البيت جدا نعم هل من استراتيجية لدعم المرأة الريفية في مناطق الظل وما هي رؤيتكم المستقبلية لهذا الموضوع؟ يعني هناك توجيهات من طرف السيدة الوزيرة بضرورة يعني تطوير مناطق الظل يعني فيما يخص يعني المجالا تعناه اللي هو يعني ترقية المرأة الريفية الاستراتيجية هو أننا يعني لازمنا نقوموا أكثر يعني نكثفوا من العمليات يعني تحسيسية هذا أولا الثانين أننا لازمنا نلقوا الصياخ كيف نجلب المرأة الريفية لأنه كما هو معلوم كم زالت هناك بعض التراصبات يعني لتبلوكي للمرأة الريفية باش تطوروا باش تترقع نعم احنا تدورنا تعنا كما قلت أننا لازم نحيو هذه التراصبات لازم نبدل كل الجهود تعناه ولازم اكتساح هذه المناطق سواء كانت لمناطق الريفية ولا مناطق الظل من طرف يعني المرافق الدوائر وأيضا من طرف خلايا التضامن لوكال التنمية الاجتماعية باش يتقربوا من الوكالة الوطنية وباش نمولوهم أكثر لأنه احنا من في آفاق في 2021 نخموه بللي أنه لازم نخصوا حصة تلاثين بالمئة بالنسبة للمرأة الريفية يعني من مجموع الإجمالي للحصة التي تحوز عليها الوكالة من ميزانية الوكالة في 2021 يعني معاولين نخصوا حوالي ثلاثين بالمئة بالنسبة للمرأة الريفية شيء جميل وما هي المشاريع التي ستركز عليها خصد في مناطق الظل المشاريع يعني أولا المشاريع يعني كل المشاريع التي تخدمت للك المناطق يعني إذا كانت منطقة مثلا لأنه كاين مناطق الظل لمحتاج مثلا محل محل للمواد الغذائية للقهوة محل للحلاقة يعني أمور ممكن بسيطة ولكنها تنحي غبن كبير على المناطق الظل هذه والمناطق الغرفية يعني ما يلزمش أنا أفكره غير لازم الأمور الكبيرة كاين أمور بسيطة بسيطة جدا لممكن تزيد يعني في هذه المناطق نعم عندكم برنامج خاص في هذا الإطار يعني بعدها يعني تخصيص 30% المرأة الريفية ما أمور أخرى يعني محاور هذا البرنامج محاور هذه البرامج أيضا معاولين يعني قاعدين نفكروا بأنه نطوروا نوعا ما يعني وتماشيا حتى مع الاتجاهات العالمية يعني نشاطات الصديقة للبيئة يعني الاقتصاد الأخضر نحاول انطورهم والريف والمناطق الغرفية هي بيئة ملائمة يعني لتطوير الاقتصاد الأخضر والنشاطات يعني الصديقة يعني للبيئة ربما هناك كذلك شيء مهم جدا في المناطق الغرفية وهناك توجه عالمي نحو هذا الأمر وهو شعبة نابتات الزيتية والعطرية نعم في الجزائر يعني عندنا إمكانية كبيرة كبيرة نعم كبيرة جدا يعني نبتات كثيرة لكن غير مستغلة صححح عنكم يعني مشاريع في هذا الإطار عندنا مشاريع ومشاريع ناجحة وناجحة جدا حتى في الزيارة التفقدية التي قامت بها سيدة يعني وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة يعني التشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة ومع يعني المقيمة الدائمة كانت هناك نماذج ناجحة في الصالون اللي قدمناه فيما يخص يعني في هذه الشعبة ويعني وناس يعني هما في الريف يعني زوج وزوجته وعندهم يعني شهادة تقنيين سامين وقدروا يطوروا هذه الشعبات وأعجبت بها يعني المقيمة الدائمة نعم يعني ربما هذه الشعبة يعني تفتح حتى أبواب تصدير نحو الخارج نعم نحو الشيء الأهم يعني فيها نعم كين دول تعمل غير على التصدير هذه الدول الجيرانة نعم يقوموا يعني بالتصدير ويجلبوا عملة صعبة كبيرة نعم يعني بالنشاطات هذه نعم جميل جدا نختم فقط يعني بالوضع الراهن وهو انتشار بيروس كورون الذي يتمنى من الله عز وجل أن يرفعه في أسرع وقت إن شاء الله هل وكالة أونجام هل توقفت عديد نشاط أم وصلت نشاطها ودعمت بعض المشاريع في هذا الظرف هي يعني الوكالة الوطنية التي تسير القرض المصار نجم نقول لك بل زادت في النشاطات انتحها في هذه سبحان الله رب 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 نافعة نعم لماذا؟ لأنه كما هو معلوم الوكالة الوطنية ساهمت بشكل كبير يعني في صناعة الكمامات وقاموا يعني كان عمل يعني تضامني قامت به وزارة التضامن الوطني عن طريق الوكالة الوطنية لتسير القرض المصار في توزيع يعني الكمامات خاصة في المناطق الريفية وفي مناطق الضل عفو وكان هناك صحيح في بدايات يعني في بداية هذه الجائحة كان هناك عزوف في حد ذاته للمواطنين للتقدم للوكالات خوفا من المرض وغير ذلك ولكن بالعمليات التحسيسية اللي قاموا بها بعض الإطارات تنتعينا وبعض المرافق الدوائر استطعنا يعني أنهم يعودوا يرجعونا يعني لهؤلاء المترشحين والأمور رأي تسير يعني بطريقة عادية والملفات يعني قاعدة تتحر على مستوى الليجان نعم جميل جدا إذن سيد عبد الفتح جبنون المدير العامي الوكالة الوطنية لترسير القرض المصغر ونجام شكرا لك على قبول الدواء شكرا على هذه المعلومات ونتمنى من المرأة الريفية أن تنشط أكثر من أجل الخير للبلاد والعباد شكرا جزيلا مشاهدي الكرام إلى هنا